على درب النبينا ومنهاج السلاطين أدى بدر الدجافينا حساما في حمى الدين يعلمنا ويرشدنا ويسعى نحو تمكين يا رب الورابان حسام الحق والدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى قال الله تعالى في القرآن الكريم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور لم يخلق الله الموت والحياة عبثا ولا أوجدنا في الدنيا سدى وإن من حكمة الله تعالى أن جعل دنيانا ممرا لا مقرا فالقرار الآخرة وما الدنيا إلا مزرعة للآخرة فيجيد بعض الناس فيها الزرع فيحصدون الفوز يوم القيامة ويسيء البعض الآخر فيحصدون الندامة وقد جعل ربنا للناس أمدا يعيشون إليه فيبلوهم في دنياهم أي يختبرهم وهو أعلم بما يكون منهم ليظهر للناس الصالح من الفاسد وإذا ما كان الأمر هكذا فينبغي لكل منا أن ينظر كيف يذهب العمر ليقدم لنفسه عملا حسنا يصحبه يوم الرحيل إلى الآخرة فليست الغاية أن نعمر الدنيا بنحو البناء والزراعة فحسب فالدنيا وإن طالت أيامها فقصيرة وحياتنا فيها فرصة لن تتكرر مرة أخرى وربنا تعالى يقول وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ والمعنى إلا لآمرهم بالعبادة فمن فهم هذه الحكمة فالتزم ما لزم عليه فقد افتك نفسه من أهوال يوم القيامة ومن لم يأبه لذلك واختار العمى على الهدى فقد اقترف إثما عظيما ولم يراعي الحكمة في مسيرته الدنيوية ولقد قيل يَا نَفْسُ تُوبِي فَإِنَّ الْمَوْتَ قَدْ حَانَ وَاعْصِ الْهَوَى فَالْهَوَى مَازَالَ فَتَّانَا يَا نَفْسُ مَالِي وَلِلْأَمْوَالِ أَكْنُزُهَا خَلْفِي وَأَخْرُجُ مِنْ دُنْيَا يَعُرْيَانَا في كل يوم لنا ميت نشيعه ننسى بمصرعه آثار موتانا يمضي الزمان وولى العمر في لعب يكفيك ما كان منها كان ما كانا وبالتالي فجدير بنا حيث من الله علينا بنعمة الحياة أن نعرف كيف نعيشها وأن ننظر في برنامج يومياتنا لنصحح مسارنا ونستفيد من أعمارنا فإن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك وعمر الإنسان لا يسع كل شيء فالعاقل من قدم الأهم على المهم ومن لم يعرف قيمة العمر سهل عليه التفريط بأنفاسه وربما اتفق لبعضنا أن يقف أحيانا في آخر النهار متسائلا كيف قضيت هذا اليوم وماذا كان نصيبي فيه من الخير وبماذا أصبت وبماذا أخطأت في هذه الساعات التي انقضت من زماني ومزقت من أوراق أيامي وكم أضعت منها سدا بين لهو ولعب أم ماذا قدمت فيها لنفسي وإخواني من نفع وفائدة وهل كنت قائما فيها بحقوق الله وحقوق عباده على وجه التمام أم قصرت في بعض الحقوق المتعلقة برقبتي وكم ضيعت من تلك الساعات في تلك الأمسية أو ذاك اللقاء بين لهو ولعب ومراء وصرفت من حياتي في تلك الرحلة وذاك السفر للاستجمام وينتهي حسابنا بعد طرح ساعات النوم التي ينقضي في غفوتها ثلث العمر أو نصفه بأننا قضينا القليل فقط من الوقت في الجد والأعمال النافعة وذهب الجزء الأكبر بلا طائل وهيهاتا فلن يعود ولقد قيل وليلك نصف عمرك فاغتنمه ولا تذهب بنصف العمر نوما وحري بنا بعد هذه النتيجة أن نتذكر قول الله تعالى في سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون والمراد بالغد الآخرة وقديما قالت العرب كل آت قريب فالموت آت والقيامة آتية وربنا تعالى يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون فانظر يا من أيقنت بالحساب أي عمل أنت عليه واطرح عنك الكسل وضعف الهمة وشمر عن ساعد الجد فإن الأمر جد واعلم أن الدنيا ليست بدار راحة ومن طلب الراحة بالراحة عدم الراحة ومن نظر في نفسه ورأى البياض قد على رأسه ولحيته فليتذكر قول الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النزير قال النووي في رياض الصالحين قال ابن عباس رضي الله عنهما والمحققون معناه أولم نعمركم ستين سنة والمراد بالنزير النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقيل النزير الشيب فمن رأى الشيب يغزو رأسه فماذا ينتظر ولقد قيل الشيب عنوان المنية وهو تاريخ الكبر وبياض شعرك موت شعرك ثم أنت على الأثر فإذا رأيت الشيب عما الرأس فالحذر الحذر وإذا ما كان الحرام والعبث منافيين للحكمة من الشباب فكيف من الشيب والشيوخ ومن قرأ ما رواه البخاري من طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى أمر إن أخر أجله حتى بلغه ستين سنة فكيف يغفل بعد ذلك ومعناه لم يترك له عذرا إن أمهله هذه المدة فلنستفق ولنطعظ والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة